اشتركوا في القناة واحترمنا مناطق البيجس فور هنا وما احترمناهش اويا وعملت الموجة الخامسة فما زلت انتظر تصحيح لكل الدرس السعرية دي ممكن تيجي على شكل اي بي سي وننزل نزول المناطق دي ما قبلها تكملة الانتجاز ساعد او ونحط تحت او ومية خط ان احنا نفضل محافظين على مستوىات السبعة وتعاتي جين خمسة وتمانين واحصل الانائكاس خصوصا ان احنا عند منطية عرض قوية جدا جدا لكن حتى الان لن يتأكد الانائكاس اقول لي لن يتأكد الانائكاس احنا في اخر فيديو قولنا عشان اقول ان السامي ده تحول على ترندساط لازم يقصر مستوىات الارباور بينجيني والقوة مش عايز كمان مستوىات الارباور بينجيني تعالنا ناخدها بفكرة ابسط لو انا قلت ااخد القومة وقالي هنا تمام وهزبط فيبوناتشي معلش بالزبط انا اول هدف بالنسباني هو مستوىاتي 38 فيبو اللي هي المنطقة دي انا عايز السام يسعط فوق المنطقة دي بقوة وهيكون هدف التاني مستوىات الواحد وستين فيبو اللي هي منطقة العرض دي كلها اللي هي منطقة الانائكاس الحقيقي السام لو قسر مستوىات 49 جنيه واستقار في امنع فبالتالي هيكون فرصة شرعية ليه انا بقولي الكلام ده لاني محدش بيدخل يا شباب في زيرو نائكاس في المنطقة دي انا بستني احصل دورة سعرية واشوف تصيح بشكل بسيط اللي هو على شكل بسيط مش تصيح النفاء وبعد كده استهدف شرع الموجة الاطوط والاعنف منه ولكن اللي دخل واشتري من المنطقة دي اللي هي مستوىات الـ 38-39 ما زلت مستمرة في الصفقة واضحق اربع اول هدف بالنسبة لك هيكون مستوىات الـ 44 ونص وبعد كده هنشوف اي تراجع نستهدف شرع تاني ونستهدف مستوىات الـ 61 فيبو اللي قد تذهب بينا الى مستوىات الـ 50 جنيه ما زالت النظر يا جبيل هزا السام وما زالت السام يتدول في وضع مقاو جدا روح تبقى على فريم 5 دقيق اشوف الحركة اللي انا فيها هلاقي ان انا عندي من اخر تحديث قلنا ان احنا عندنا هيكلة صعود خماسي وليس هيكلة صعود تصحيحي ولكن ببنطها البسطة ايضا ممكن يحصل صعود خماسي تصحيح على شكل ABC صعود خماسي احنا هننتظر تصحيح جيد للدارة السعرية اللي احنا فيها دي واعتقد انه ممكن يدينا فرصة مهمة جدا للشراء من عند المستويات دي مرة اخرى اللي هي من المستويات الـ 40 جنيه لحد مستويات يعني لحد مستويات الـ 41 جنيه ممكن يدينا فرصة وضعف في المناطق دي لاستهداف الشراء ساعتها وانا بستهدف الشراء هيكون ده بالنسبة لي كله كان بيج 1 ABC بيج 2 وبيج 3 يعمى مكمل يعمى هيديني ضلع اخر ويبقى على شكل ABC اللي هو 535 ما قبل تكملة الاتجاه الهبط لكن انا ما زلت مستمرة مع السهم ما زلت مع السهم ليه اهداف قلت الاهداف بتاعتي بمنطقة البساطة وانا هنا بتكلم على النموذج المتشائم اهداف الاولى مستويات الـ 38 فيبو اهداف التانية مستويات الـ 9 جنيه اللي هي 61 فيبو وبرضو هفضل متابع بشكل كويس اوي مناطق الانعكاسية دي اللي هي مناطق مهمة اوي اوي اللي هي مناطق الـ 4 جنيه خلينا نمشي مع السهم واحدة واحدة وخلينا للصطب بتاعنا نكون محافظين على الليل لو عنده مستويات الـ 37 جنيه 85 افش وما زالت النظر ايجابية حتى الان على هذا السهم وبالتوفيق اشتركوا في القناة